ونعود الاتصال مع الأستاذ فاروق الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي من أثناء مرحبا بك معنا أستاذ فاروق سألتك قبل انقطاع الاتصال حول بأن حركة التغيير الكردية قد وصفت الانتخابات البرلمانية بأنها الأسوأ منذ العام 2005 بسبب التزوير برأيك لماذا كل هذا التزوير الذي حدث في هذه الانتخابات؟ أنا أعتقد أولا تحياتي إلك وتحياتي إلى مشاهدية قناة الرافدين أنا أعتقد قبل أن نتحدث عن التزوير أعتقد أن الشعب قال كلمته والمقاطعة الكبيرة التي امتدت من شمال العراق إلى جنوبه والتي جاوزت 80% المقاطعة أعتقد هو هذا القرار الأساسي نعم هذا القرار الذي هو قرار الشعب في المقاطعة التزوير حصل لأنه الكتل لم تستطع أن تحصل على الأصوات التي كانت تحصل عليها بسهولة في الانتخابات الماضية ولذلك عندما أصبحت المقاطعة جاوزة 80% حاولت الكتل الأخرى أن تزور الانتخابات للحصول على مقاعد ولذلك الآن الكل يتهم الكل يعني كل كتلة تتهم الكتلة الأخرى أنه هي قامت بالتزوير نعم البرلمان عقد جلس لمناقشة اتهامات التزوير هل تعتقد أن البرلمان يمكن أن يقنع الرأي العام بإمكانية معالجة ما جرى من التزوير؟ أنا الحقيقة اللي أعرف في كل برلمانات العالم أنه في يوم الانتخابات يسقط البرلمان وتسقط الحكومة والبرلمان الجديد هو اللي يتولى المسؤولية ولكن ما أعرف أنا الحقيقة بالدستور الموجود واللي هذا الدستور وضع المستعمر واللي وضع المحتل كيف ممكن أن برلمان منتخب وبرلمان يواصل أعماله بعد هذا أنا لا أعتقد أنه البرلمان قادر على شيء والمفوضية هي بالأساس هي غير مستقلة بالإسم فقط لأنه المفوضية تمثل تكتلات حزبية هذه التكتلات الحزبية معروف من هو المؤثر فيها ولذلك النتائج جدتي متقاربة مع ما تمثل المفوضية نعم هل تعتقد مع هذا التزوير يمكن أن تستمر العملية السياسية كما قال أنه عبد الرحيم الدراجي قال بأن البرلمان القادم لن يستمر هو إذا إحنا رجعنا إلى الوراء حتى في الدورة الماضية والدورة ماذا عمل البرلمان السابق وماذا عمل البرلمان اللي قبله يعني البرلمان عام 2005 أو اللي بعده أو اللي بعده جميع هذه البرلمانات لم تعمل أي شيء وهذا بالتأكيد سيكون أضعف البرلمانات القادمة نعم يعني هذا أنا باعتقادي أنه ما راح يكون أولا لا يمكن لأي كتلة أن تشكل أغلبية مثل ما كان حاصل بالاعتلاف سابقا ولا حتى دولة القانون اللي كانت تملك أكثر من ما يقارب 90 صوت الآن أعلى كتلة تملك 56 صوت فهذه الكتل سوزع هذه الكتل ما راح يمطيها القوة والإمكانية لاتخاذ القرارات أو لحسن قرارات إلا من خلال التوافق والتنازل ليجاه أخرى حتى في سبيل أن تقبل على حساب القرار المتخم نعم كيف تقرأ زيارة المبعوث الأمريكي بريت ماغورك إلى السليمانية والاجتماع مع الأحزاب الكردية الستة أعتقد أنه أمريكيا تحاول أن تظهر للعالم لأنه الآن في كل دول العالم وخاصة عندما نشرت أحد وسائل الإعلام البريطانية أن نسبة الانتخابات لم تتجاوز 19% هي ضربة لأمريكيا وضربة للديمقراطية المزعومة اللي كانت دائما أمريكيا تسعى إلى أن تروج أنه هي فعلا حققت نظام ديمقراطي في العراق نعم ولذلك هي تحاول أن تجمع الأطراف وإذا الكل عرف أنه بعد وصول السفير الأمريكي إلى فندق بغداد ارتفعت النسبة من 20% إلى نسبة 44 و 52% وحتى هذه النسبة إذا احتفناها ما بين المصوتين وما بين اللي يحق لهم التصويت هم يشكلون 50% يعني الـ 44 على الـ 52 هو بالحقيقة على تقديراتهم أنه 22% من الشعب العراقي هو اللي صوت للانتخابات ولذلك أمريكيا تحاول بكل وسائلها أن تروج لعمل اسم ديمقراطي بالعراق وأن الحكم لا زال تسير وفق منهج ديمقراطي لأنه فشل هذه الانتخابات يعني فشل التجربة الأمريكي من أثناء دولوماسيو الأكاديمي العراقي فاروق الراوي كان معنا شكرا جزيلا لك